سلام الزبيدي بداية مرحبا بك سيدة زبيدي في حصاد هذه الليلة عبر رشيد ما أسباب تعطيل جلسات مجلس النواب وما الذي تغير لتستأنف من جديد بعد غد أم أن رئاسة البرلمان خضعت لربما لضغوطات بعد تهديد بالعقالة نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام يعني بلا شك الجميع يعرف أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة وتحديات آنية يعني اليوم الحكومة منذ استلامها حقيقة مهامها واجهت أيضا واجهت التحدي وباء وجائحة كورونا التي ضربت في البلاد وبدأت الإصابات تزداد وبالتالي الشغل الشاغل لكل أعضاء الحكومة ذهب باتجاه كيفية السيطرة على هذا الوباء الذي تفشى بصورة كبيرة كان من المفترض أن يكون قبل العيد اكتمال للحقائب الوزارية وانعقاد لجلسة البرلمان ولكن أجلت إلى ما بعد العيد ومن ثم الآن أيضا بسبب الظروف الصعبة يعني منع التجوال وصعوبة وصول بعض نواب المحافظات ممكن أجل هذه العملية ولكن كما تفضلت ممكن هناك ضغط من الشارع باتجاه يجب أن يعقد البرلمان في هذه الظروف العصيبة ويجب أن يتحمل كابثة المسؤوليات في أن يتحمل مسؤولياته الكاملة في أن يعقد جلسة وأعتقد من المقرر أن تعقد جلسة يوم الآربي رغم أن الجلسة قررت لمناقشة بعض القوانين المهمة ولم تدرج على جدول الأعمال إكمال الكابين الوزارية ولكن من المحتمل في أي لحظة تضاف هذه الفقرة إلى جدول الأعمال طيب سيدة زبيدي بحسب المعلومات الأولية التي لديك ما الذي سيتضمنه جدول جلسة يوم الأربعاء إن صح التعبير هل لك أن تحدثنا عن هذه الجلسة البرلمانية المرتقبة هل ستكون هذه الجلسة تقليدية أم هذه الجلسة سيعول عليها كإكمال الكابينة الوزارية والموازنة وإلى ما شابه ذلك نعم كما ذكرت قبل قليل قلت أن اليوم المرحلة والبلاد تمر بظروف عصيبة جدا تحتاج إلى أن يتحمل البرلمان كافة مسؤولياته ويكون حقيقة في الموعد لمعالجة كثير من الأمور ومنها حتى يعني انتشار الوباء والمعانات الصحية الانهيار الاقتصادي الكبير موضوع الموازنة الرواتب القروض كثير من القوانين التي تحتاج حقيقة يتواجد أعظام مجلس النواب حتى يعني كانت هناك ضغوطات حيث ليس فقط على أعظام مجلس النواب ولكن على رئيس مجلس النواب كان هناك توقيع لأكثر من 133 توقيع من النواب طالبوا بإقالة سيد الحلبوسي بسبب عدم تحمل المسؤولية في انعقاد جلسات البرلمان على اعتباره هو الرئيس المسؤول وهذه أيضا واحدة من الضغوطات التي تولدت على رأسة البرلمان من أجل تحمل مسؤوليتهم الكاملة تجاه هذه القوانين الذكرتها انت منها موضوع الموازنة وموضوع القروض والوضع الاقتصادي كثير من القوانين التي تحتاج أن تقار من قبل البرلمان أو تعدل طيب هناك دعوات سيد زبيدي هناك دعوات لأن تتداول الجلسات أمور مهمة مثل التشكيل الحكومية وقانون الموازنة هل ذلك يعني ممكن في ظل الأجواء الصحية التي يمر بها البلد؟ يعني أنا ذكرت أنه اليوم الأمر الصحي الطارئ هو في مقدمات عمل الحكومة وكل حقيقة خلية الأزمة الوزارات كلها يعني حتى قبل يومين انعقد مجلس الوزراء وشكل لجان بهذا الخصوص وأعطى أهمية كبرى وبالغة قصوة للموضوع الصحي وتفشي وباء كورونا بشكل كبير وازدياد عدد الإصابات ولكن هذا لا يلغي أن يكون هناك فعلا يعني شيء من الاهتمام بموضوع الموازنة والوضع الاقتصادي كيفية معالجة بعض الهبوط أسعار النفط معالجة الرواتب كيفية دعم أصحاب الدخل المحدود وخاصة تعلم أنت اليوم كثير من العوائل أو من كثير أصحاب الدخل اليومي اضطروا للبقاء في البيوت هاي كلها تحتاج إلى معالجات وآليات ودعم وأقرار الموازنة لذلك المعلومات اللي لدينا بأن موضوع الموازنة ستكون من أولويات المناقشة يوم الأربعاء المقبل إضافة إلى موضوع الجانب الصحي سيتولى الاهتمام وممكن في أي لحظة أن تضاف فقرة اكتمال الكابينة الوزارية ولو أن الأخبار تشير بأن هناك خلافات حول حقيبة وزارة النفط ووزارة الخارجية ولكن ممكن أن تمرر بعض الوزارات الأخرى التي حسمت أمرها طيب الأولويات لدى مجلس النواب للمرحلة القادمة من وجهة نظرك أو نظر ائتلاف النصر بصورة عامة ما الذي يمكن يقدمه البرلمان في ظل الأزمتين القائمة الآن الاقتصادية والصحية يعني مجلس النواب بعيد جدا عن موضوع وباء كورونا لا هو ليس ببعيد لأن هناك خلية نيابية برأسة النائب الأول شكلت ولكن أعتقد أن تعدد مراكز القرار أو أكثر من خلية أزمة ممكن أن تربك عمله لذلك أعتقد المفروض أن تدمج كل خلية الأزمة تدمج بقرار واحد ويكون تابع للجنة الصحة والسلامة المنعقدة في مجلس الوزارة ويكون الرأي الأول والأخير لوزارة الصحة المعنية بهذا الأمر تعدد الجهات وتعدد القرارات ممكن أن يربك حقيقة بوضوع المعالجات ولكن على مجلس النواب أن يأخذ على عاتقه الاهتبام ودعم خلية الأزمة بكافة الاحتياجات وتسهيل بعض الأمور إذا كانت اقتصادية مالية ممكن أن يكون ساند للوزارة والحكومة بهذا الاتجاه وهذا حقيقة تقع على عاتق المسؤولياتهم الأساسية على اعتبار أنهم ممثلين للشعب وأيضا جهة تشريعية الأولى في إصدار القرارين والقرارات لذلك نطالب مجلس النواب بأن فعلا يكون جادا في عقد جلساته وأيضا أعطاء أولويات كما تفضلت للجانب الصحي والجانب الاقتصادي لأنهم يتصدرون المشاكل الحالية والآنية رغم أننا في حاجة إلى أن تنضج العملية السياسية وتكتمل الحكومة حتى تستطيع أن تؤدي مهامها وتتصدى لهذه التحديات الكبيرة ومن التحدي الصحي والاقتصادي حدثنا من بغداد بالصوت والصورة الدكتور سلام الزبيدي القيادي في اعتلاف النصر شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة شكرا جزيلا شكرا لكم ولي قناتكم